شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية الالتزام بوضع الخطة الخاصة بوقف تخفيف الأحمال بنهاية العام مؤكدا في السياق ذاته على أهمية رفع كفاءة مرفق كهرباء والعمل على مجابهة سرقات الكهرباء منعا لاستنزاف موارد الدولة جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمط لمتابعة بعض ملفات عمل الوزارة حيث أكد رئيس الوزراء أن الدولة اثثمرت في البنية التحتية لقطاع الكهرباء على مدار السنوات العشر الماضية إلى أن التحدي الحالي يتمثل في تعظيم القدرة على تجهيل شبكة الكهرباء بصورة رشيدة تسهم في توفير استهلاك الوقود مع تعزيز القدرة على توليد الكهرباء وفي هذا الإطار أشار مدبولي إلى حرص الدولة على سرعة تنفيذ المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل على إدخالها الخدمة عبر الربط مع الشبكة القومية للكهرباء موجهة بسرعة العمل على وضع الخطط اللازمة للربط الكهربائي مع دول الجوار ما يعظم من قدرات الشبكة القومية للكهرباء